صراع الوادي والساحل في اليمن تصنع الصراعات في اليمن بعناية تتناسب وجغرافية كل منطقة وبدراية تتلاءم وسكانها وما يحدث في المحافظة الساحلية الغنية بالنفط مثال لتلك الصراعات المدروسة إقليمياً حيث تتقاطع نزاعات متعددة حضر موت قد تضعوا واديها وساحلها في تصادم لا تتوقع نتائجه التفاصيل الجديدة في مسلسل الصراع الناشب في المحافظة تشير إلى تسلم قوات تتبع الشرعية مدعومة من السعودية النقاط العسكرية في طريق العبر الصحراوي بحضر موت والذي يربطها بشبوى وبحسب مصادر عسكرية فإن قوات درع الوطن أضحت تدير أبراج المراقبة وكافة النقاط من العبر حتى أول نقطة عسكرية محاذية لقوات المنطقة العسكرية الأولى في شبوى كانت قوات درع الوطن قد تسلمت في نهاية سبتمبر 2024 منفذ الوديعة البري بحضر موت والرابط بين اليمن والسعودية وتحكمت ببوابتي الدخول والخروج وساحة الجوازات ويذكر أن درع الوطن تشكلت في أواخر يناير 2023 وبدأت انتشارها في مديرية العبر الحضرمية على الضفة الأخرى من الأزمة الحضرمية الساحل حيث تتحكم بمديرياته قوات النخبة الحضرمية المدعومة إماراتيا والتي منعت في يناير 2024 وحدات من درع الوطن المدعومة سعوديا من دخول المكلة الساحلية والتي كانت تريد التمركز في منطقة حصيصة وعلى وقع التطورات الأخيرة مع انتشار دع الوطن الحكومية في طريق العبر في أكتوبر الجاري طالب المجلس الانتقالي بنشر قوات النخبة الحضرمية في مديريات وادي وصحراء حضرموت على غرار تواجدها في مديريات الساحل وأتى الدعوة الانتقالي خلال فعالية انفصالية له في سيئون بمناسبة ذكرى الثورة أكتوبر دعا فيها لإخراج أي قوات غير موالية للمجلس في إشارة للمنطقة العسكرية الأولى وقوات درع الوطن الصراع بين الوادي والساحل ليس فقط عسكريا بين الانتقال ومجلس القيادة أو بين الرئيس العليم ونائبه الزبيدي بل أيضا نزاع اجتماعي بين المجلس الوطني المدعوم سعوديا ومؤتمر حضرموت المتهم بموالاة مسقطة ويمتد النزاع نحو السياسة حيث يريد كل طرف احتكار تمثيل المحافظة ليصل إلى تنافس النفوذ بين الرياض وأبوظبيا ليبقى مصير النزاع بين وادي حضرموت وساحلها غامض التفاصيل مجهول النتائج ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر